صار واضحا لديكم من أن الشعية هو الذي يحمل هذه الثقافة يحمل الثقافة التي تبث عبر شاشة القمار هذا هو الشعية هذه هي العقيدة وهذا هو الدين الذي لأجله قدم الحسين نحره الشريف وإلا إذا كان الدين هو هذا الذي عليه مراجع النجف إذن لماذا قدم نحره الشريف لدين لا يختلف كثيرا عن دين السقيفة بني ساعدة وكان يمكن بنحو من المفاوضات والتفاهمات أن ترفع هذه الاختلافات وتنتهي المشكلة هذا العناء والجهاد وكل الذي جرى على أئمتنا وكل تلك الدماء النتيجة هي هذه دين مراجع النجف الذي لا يختلف كثيرا عن دين سقيفة بني ساعدة هذا الكلام منطقي يعقل هذا وفي الوقت نفسه هناك الآلاف المؤلفة من أحاديثهم في كتب الحديث تنقل لنا دينا يختلف اختلافا كاملا عن دين السقيفة وعن دين مراجع النجف ماذا يقول العقل العقل يقول الدين الذي حاربته السقيفة هو هذا الذي في حديث العترة الدين الذي ضحى أئمتنا من أجله الدين الذي غاب لأجله إمام زماننا غيبة قصيرة غيبة طويلة وكل ما جرى ولا زال يجري هل هو لأجل هذا الدين السخيف الذي عليه مراجع النجف الذي هو نسخة مشوهة ممسوخة من دين سقيفة بني ساعدة أم هو هذا الدين الذي في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم التي هؤلاء الغبران أتحدثوا عن مراجع النجف لا يفقهونها ولا يحيطون علما بأسرارها ماذا يقول العقل وماذا يقول المنطق الدين هو هذا هو هذا الذي أحدثكم عنه هذا هو دين علي وآل علي هذا هو الدين الذي نحن نعيش مقدمة من مقدماته الغيبة وبعد ذلك الظهور الشريف ثم الرجعة في مراتبها الكثيرة إلى الزبدة والخلاصة لأجل هذا قدم الحسين نحره الشريف لأجل هذا عانى الأئمة كل تلك المعاناة وضحوا بما ضحوا وقدموا أنفسهم قرابين في هذا الطريق لأجل هذا الدين لا لأجل هذه المزبلة التي يسمونها دينا في حوزة الطوسي المشؤومة هذا هو ديني وهذه عقيدتي وأنا أضع هذه المعطيات بين أيديكم ادرسوها وحكموا عقولكم ووجدانكم كي تصلوا إلى الحقيقة كي تطهر عقولكم وتطهر دينكم من قذارات حوزة الطوسي نذهب إلى فاصل تطهر عليك دموع نار القال أم ملك صار أنا توحيدي دمعتي مقيامي ولا صيامي ما أجازي لو قع في قد ونين دمع عيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي آل محمد هكذا نخاطبهم بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم من هم الشهود؟ الله سبحانه وتعالى ومحمد وآل محمد على أي شيء نجعلهم شهوداً على عقيدتنا التي من جملتها مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم أنتم حينما تقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة أخاطب مراجع النجف أخاطب المراجع الأجلاء المراجع الكبار من المرجع الأعلى إلى المرجع الأدنى حينما تقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة وتقولون أشهد الله وأشهدكم تجعلون الله شهيداً وتجعلون محمداً وآل محمد شهد على أي شيء أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم مطيع لكم عارف بحقكم من زار الحسينة عارفاً بحقه مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتمل لعلمكم مصدق به إنني أحمل علمكم لأنني مصدق به مذعن له هذه المضامين حين جعلتم الله عليها شهيداً وجعلتم محمداً وشهداء عليها هل أنتم في حالة مزاح؟ هل أن الإمهما الهادي حينما علمنا الزيارة هذه في حالة مزاح؟ ما هو نفس هذا السياق يستمر محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم وتستمر الزيارة ويتكرر بعد ذلك الحديث عن رجعتهم مرة أخرى ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ما هي أيامه؟ اليوم الأول يوم القائم واليوم الثاني يوم الرجعة واليوم الثالث يوم القيامة الحديث هنا عن اليومين الأولين عن يوم القائم وعن يوم الرجعة ويردكم في أيامه ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم تضحكون على أنفسكم تضحكون على الأئمة أم أنكم تقرؤون ولا تفقهون ما الذي يجري عليكم؟ ما الذي أصابكم؟ وبعد ذلك أيضا يتكرر الكلام في نفس السياق مرة ثالثة الداعي يدعو وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وأيامهم اليوم الأول يوم القائم اليوم الثاني يوم الرجعة هذه الزيارة الجامعة الكبيرة ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبور والذي تكون قراءته لا خير فيها هو لا خير فيه فهذا الذي لا يعرف عقيدته كيف يستطيع أن يعلمكم العقيدة الصحيحة؟ وكيف يستطيع أن يستنبط الأحكام بشكل صحيح؟ ما هو استنباط الأحكام كاستنباط العقائد نصوص بحاجة إلى فهم إذا كان يقرأ هذه النصوص و لا يفقهها كيف يستطيع أن يستنبط الأحكام بشكل صحيح؟ من النصوص التي تتعلق بما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية من الفتاوى والأحكام ما هو العقل؟ هو العقل العقل الذي يقرأ به نصة زيارة الجامعة الكبيرة و لا يفقه عقله كذلك هو هو يقرأ بذلك العقل تلك النصوص و لا يفقه شيئا سيقول تلامذتهم من أنهم يدرسوننا يدرسونكم وفقا للعقل الناصبي فالفتاوى ستكون ناصبية لأن عقولهم ناصبية لا يستطيعون أن يتواصلوا مع هذه النصوص مع الزيارة الجامعة الكبيرة و أمثالها عقول ناصبية قذرة مفرداتها أدواتها وسائلها قواعدها قوانين الفهم فيها ناصبية صرفة فلا يستطيعون بتلك القواعد و بذلك العقل القذر الناصبي أن يتواصلوا مع هذه النصوص العقائدية المحكمة البليغة و إلا كيف يقرؤون هذا النص و هو مشحون بعقيدة الرجعة كيف يفهمونه أنتم عودوا إلى هذا النص لماذا لم تفهموا عقيدة الرجعة من هذا النص لأن عقولكم هي الأخرى تفكروا و تتدبروا بمفردات ناصبية تعلمتموها من هؤلاء المراجع النواصب من نواصب النجف من نواصب الشيعة و من هؤلاء الخطباء النواصب من نواصب النجف و كربلا لا تقولوا من أن المرجع الفلاني يختلف عن المرجع سين أو صاد هم يشربون من نفس الآنية الجميع إذا كان الحديث عن المعاصرين يعني مثلا السيستاني محمد سعيد الحكيم إسحاق الفياض بشير النجف صادق الشرازي و البقية يشربون من نفس الآنية و المنطق الذي يفكرون به هو هو و مفردات العقل الناصبي هي هي التي نشأت عليها عقولهم و تكونت منها مداركهم هذه هي الحقيقة من الآخر وقت الحلقة قارب على الانتهاء خلاصة القول في فلسفة الرجعة نحن لا نستطيع أن ندرك أسرارها لكننا نستطيع أن نتلمس عظمتها من أمرين الأمر الأول نحر الحسين ثمن لها فهذا أمر يمكننا من خلال المعرفة الإجمالية بهذه الحقيقة من أن نحر الحسين ثمن للرجعة نستطيع أن نتلمس عظمة عقيدة الرجعة ومن خلال المثال الذي بينته لكم من أننا لا ندرك أغوار الغيبة وأسرارها إلا بعد أن تترقى عقولنا في عصر الظهور وحينئذ يبين لنا إمامنا أسرار الغيبة فإذا كنا عاجزين عن إدراك أسرار الغيبة في مرحلة الغيبة فإننا نعجز عن إدراك أسرار مرحلة الظهور فما باهلكم بالرجعة العظيمة لكنني في الحلقة القادمة سأتلمس بعض اللقطات من آيات الكتاب الكريم من كلماتهم من أدعيتهم من زياراتهم من أحاديثهم ورواياتهم الشريفة سأتلمس من هنا وهناك شيئا يشير من بعيد إلى بعض يسير من فلسفة الرجع غدا نلتقي إن شاء الله تعالى على محبة نحر الحسين الذي هو ثمن للرجعة العظيمة ترجمة نانسي قنقر